خلونا أعطوه فرصة وخلوه يخدم أو يخدم مليح يعني هاكم شفتوا الخدمة نتاعوا وهو أن تعطى تكريمات لكبار المجرمين لأجرم خلق الله على هذه الأرض ربما منذ أن وجدت لأجرم الجزائريين على هذه الأرض منذ أن وجدت أن تعطى تكريمات وأوسمة وتشريف لمن؟ للذين ذبحوا الشعب الجزائري أو ساهموا في ذبحه وفتحه أوليه بواب الجحيم لسنوات وسنوات طويلة جدا بدأت في 5 أكتوبر وتوسعت بشكل رهيب بعد 11 يناير 92 واستمرت استمرت حتى عندما سقط نزار مثلا الذين جاءوا بعده أكملوا مثلا وما قاموا به في منطقة القبائل بقتل 128 شاب وجرح الآلاف وتعذيب المئات منهم هذا كان دليل على أنه نفس المصار وأن الجزائريين في كل المناطق يظلمون وأن القضية بالنسبة للنظام هذا أو هذه المافيا إذا ما واجهتهم كيف ما تكون من الشرق أو من الغرب من الجنوب أو من الشمال من هذه الولاية أو من تلك فإنهم سيسحقونك أو هكذا يعتقدون سيشيطنونك سيعذبونك إذا مسكوك سيسجنونك وفي أحيان كثيرة سيقتلونك لكن الشعب فهم لما خرج بعد 22 فبراير أن هناك غالبية من جزائرين في كل مكان في كل ولاية في كل مدينة هناك غالبية تريد رحيل هذه العصابات ولا يغر أنكم أن بعض المدن ضحروهم من أنهم من يشعر بصبع لزرق وهذا مع النظام لا أبداً هذه بروباغندا نحن نعرفها والحقيقة أنه ما الذي يجعل ساكن في باتنة أو في خنشلة أو في المدية أو في الجلفة أو في ورقلة أو في بشار أن يكون مع هذه العصابات ما الذي يجعل فيه فمدنهم محطمة ومستشفياتهم خراب وجامعاتهم خراب وطرقاتهم كارثية ما الذي؟ الحقيقة فروباغندا فقط لتقسيم الجزائريين أحياناً يقسمهم على شكل قبائلي عربي شاوي وأحياناً على شكل شمال جنوب وأحياناً على شكل اللي مع النظام واللي ما مش مع النظام تقسيم فقط المستفيدين المرتزقة الذباب اللي مستفيدين موجودين في كل ولايات وفي كل مكان لكن شيء جميل مع ما قامت بها العصابة أول أمس هو أنها صفعت أولئك الذين كانوا ما زال يعتقدون أن تبون راه جابوا القايد صالح فهو تبون اللي جابوا القايد صالح وما زال عنده رحة القايد صالح فيها ويعيد توفيق ونزار ومن هم على ما شاكلتهم ويعطيهم هذه الأوسمة فالحقيقة ما فرحت لي شيء في هذا العام في عام 2022 مثل ما فرحت لهذا الموضوع وهو أنه ربي عماهم بش يعتقدوا بأنهم من القوة وربما أنهم سحقوا الحراك وخوفوا الحراك وشيطنوا الحراك واتهموا الحراك بالإرهاب وأنهم يوصلوا إلى درجة أنهم يقدسون نزار توفيق خاصة وهم من أجرم من وجد على هذه الأرض الطيبة وهم الذين تسببوا في تدمير هذه البلاد في الثلاثين سنة الأخيرة على الأقل بالنسبة للنزار أكثر من ذلك بكثير الحقيقة بالنسبة للنزار من أيام الاستعمار الفرنساوي كان كابران عند كابرانات فران عند العسكر الفرنسي فهو والكابرانات اللي معاه ساهموا في تدمير الوطن منذ البداية ولكن منذ ثمانية وثمانين وخاصة بعد ثمانية وتسعين تبينت الصورة وتضحت جيدا إلا لمن لا يرى هذا شيء جميل لأنه سيعيد بعض الناس اللي يخضعوا خاصة أنه كانوا يخرجوا بعض الأسماء وبعض الوجوه وبعض اللي يخضعوا فيهم ويقولوا لهم والبادسية وتطهير الجيش وفرنسا وجيشنا رح يولي جيش وطني ومش رح يخضع لفرنسا ما نشعر رح يقولوا هؤلاء الناس إذا عندهم ذرة كرامة يخرجوا يقولوا كنا على خطأ هذا إذا كانوا صادقين في البداية أما إذا كانوا خدامين وكثير منهم كانوا خدامين وكانوا مرتزقة فإنهم سيلتزمون الصمت والله حتى يروحوا يبحثوا على كش ما يلقوا دليل خرج معتوه بيرمينجهام قالوا لي قبل ثلاث أسابيع أو أربعة أسابيع يقول بلي أن ناصر الجن فضائح هؤلاء الناس لا يستحون يعني يدفنوا رواحهم تحت التراب يكون أحسن خرج يقول هذا معتوه بيرمينجهام اللي كان يقدس في القايد الصالح ويشتم في توفيق وفي نزار وفي كل من كانوا هاربين أيام القايد الصالح وفي السجوم خرج يقول لهم بلي ناصر الجن كان بعثوا القايد الصالح في مهمة وقد عاد وأدى على أحسن ما يكون قمة النذالة ليس فقط قمة الكذب إنما قمة النذالة وقمة القذارة لا يستحي ولذلك كثير من اللي كانوا يتبعوه وقالوا لي كتبوا لي بعض منهم كتبوا لي باش يقولوا لي رانا نلعنوا فيه ليلة نهار هذا خدعنا وهذا كان الشيطان 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 فيك أنت وفي الأحرار وشيطان في الحراك وهو تبين الآن أنه إماعا وأنه على المرجح إذا مش مدفوع له فهو مرتزق بكافة الطرقات بكافة المنطق بكافة كيفما نظرت للموضوع إذا بقى منهم اللي كانوا في عهد التطهير ما التطهير والكذب اللي كانوا ينشروا على الشعب الجزائري اللي بقت لهم ذرة كرامة يخرجوا يقولوا أخطأنا وغلطنا وكنا خاطئين والحقيقة أنها تبينت الآن لأن اللي ما يجدش يشوف الآن لاش أنا فرحت كثير وأعتقد أن هذا فرحة كبيرة عند الحراكيين هو أن كانوا دائما يجدلوا بأنها كتشوف أو توفيق في الحبس كنا قلنا لهم أنا شخصيا قلت في جون في 2020 يعني بعد اغتيال قيد صالح بعشر أيام قلت أن توفيق أطلق صراحه وأنه رأي يقضي أيام بين الفيلة وفي حيدرة وما بين قصر من قصور الرئاسة السابقة في الشريعة وما بين بوشاوي حيث كان هناك مستشفى يعالج فيه البعض منهم ما كانش يصدق أو يكذبنا تبينت مع الأيام تبينت الأمور وبدأوا ويخرجوا فيهم الأحباس يجيبوا فيهم يعطوهم في المناصب ثم جاتهم صفحة رهيبة جدا بدخول نزار في طائرة رئاسية باسبور أحمر بالتحية العسكرية ومع ذلك بعضهم ظلوا يجادل الآن واش تزيدوا تجادلوا ماذا تجادلون أكثر من أنه يخرج لك يقول لك أنه في يوم الجيش فإن ما يسمى برئيس جمهورية كما يسموه تبون المزور وعق أسدا أو سما ومانيش عارف نايشين ولمن للذين ذبحوا الشعب الجزائري دمروا البلاد كسروا الاقتصاد كسروا المجتمع كسروا السياسة كسروا الأحزاب كسروا التنظيمات كسروا كل شيء لم يتركوا شيء إلا وساهموا في تدميره ماذا تنتظرون لذلك نقول لهؤلاء لمن كان فيهم ربما خلط ما بين صدق وكذب أن يخرجوا ويعلنوا توبتهم الشعب الجزائري وأنهم كانوا يكذبون على الناس نهنا رأينا نتكلم عن اللي كانوا متزعمين ما يسمى بالباديسية والنوفمبرية والتطهير والسخافات كلها اللي كنا نسمعوا فيهم إذا كانت عندهم ذرة كرامة يخرجوا ويعلنون توبتهم للشعب الجزائري والتحاقهم بالشعب الجزائري لأن الصورة تضحت أما الخماسة فيهم مرتزقة منهم اللي متفعلوا الذباب المجرم أو الثورة المضادة فهؤلاء سيبحثون على سبعين ألف تبرير سيبحثون على سبعين ألف تبرير حتى أنها قيل لي أن أحدهم قال لهم علا ما قالوا الناش من قبل وكأننا احنا هنا قاعدين باش نقولولهم من قبل بالله هذا رح نيعطوله ولا ما يعطولوش عندما تتوفر لنا المعلومة نقولها للناس عندما لا تتوفر أو نرى أنه من الأحسن لا نقولها لأن فيها مصلحة خاصة لمصادرنا في الداخل فلا نقولها لكن القضية هي هؤلاء السفهاء هؤلاء حقيقة لا تجد مرات العبارات باش تصفهم كيف تبررون أنفسكم أمام أهليكم أمام أصدقائكم أمام إخوانكم كيف والبعض هم ملتحق الآن بالثورة المضادة بعض هم كان ثورة مضادة من البداية والبعض هم ملتحق الآن لأن ناصر الجن بدأ يبعث لهم في بعض المغرأة بلك نعطوك الفلان فلان نعطوه منصب بلك فلان ما نشعرف وش نعطوله بلك سيعبثون بكم كما عبثوا بالآخرين وسيجعلونكم شنغلات في رجليهم سيتحسونكم لأن هؤلاء خافوا ما يحشموش وكلما تذللت لهم كلما وضعوا رونجيرس على رقابكم فننصحكم أن تتوبوا إلى الله ثم إلى الشعب الجزائري ومن بقي فيكم يؤمن بهذا الحراك ولو بشيء قليل أن يعود للحراك وأن يعتذر للناس علنا وأن يقول كنا على خطأ والذين واجهوا هذه العصابات بكل تشكيلاتها بكل أجنحتها نحن يوما لم نؤمن بالأجنحة أو نتحالف مع جناح أو نتعامل مع جناح أبدا القايد صالح كان يرسل للناس في 2019 وأرسل واحد قريب منه وأرسل عقيد سابق وإلى آخره وآخرين وقلوا وأرسل حتى أنا ذاك المدير العام للشروق لرهومات بعدها بشهرين أو ثلاثة قلوا نحن لا نتعامل مع الأجنحة ولا نتعامل مع الجنرالات في الخفاء نحن نريد دولة مدنية عندما يعلنون أنهم يؤمنون بذلك فأحرار جزائر من مختلف توجهات ممكن أن يتفاوض معهم من أجل تسليم الحكم للشعب الجزائري وليس لأنا شخصيا ولا لرشاد ولا لغير بل نحن أعلننا أصلا أننا لا طمع لنا في دنيا الناس ولا في سلطة الناس إنما نسعى لتحرير البلاد لأن هذه البلاد لديها من الإمكانيات الهائلة البشرية والمادية والتاريخية والجغرافية والاستراتيجية أن تجعل منها قوة حقيقية فإذا ما ضمت لها إخوانها أخواتها في المغرب الكبير أصبحنا قوة عظمى بكل ما تعنيه الكلمة والعالم هذا العالم المضطرب عالم الحروب كما ترونها الآن عالم القلق الشديد عالم التهديدات والتهديدات المتبادلة لا يسمح ولا يقبل ولا يسكت إلا أمام أولئك الذين يملكون القوة لدفع أنفسهم لعل بعض الجزائريين تتبعوا واحد الإسباني قبل ربع أيام يقولها في شكل استهزاء ولكن يقولها يقولها في هذه الظروف العصيبة بالنسبة للطاقة علينا أن نحتل الجزائر نعم هذه ليست مزحة في الحقيقة مزحة كثير من الأشياء تمر عبر النكة وعبر المزح هذا موجود في تفكيرهم وهذه الموافيا العسكرية راي تسهلهم المهمة لأنها راي تكسر في المجتمع راي تكسر في الدولة راي تكسر في الأحرار راي تكسر حتى في العسكر الجنود الضباط صف الضباط الجنود اللي كانوا خدموها في التسعينات وما بعد التسعينات عشرات الآلاف شطبوهم بالمناسبة هذه اليومين نرام في العاصمة وراهم يتحركون من أجل المظاهرات وإن شاء الله هنا ما ننساش قبل نهاية الآخر نعطي لهم نصيحة يعني البعض منهم اتصلوا بي وقال لهم كل مرة يقمعون والله خليني نقولها لكم مباشرة نصيحة إليكم أعملوا متفرقين وضربوا مجتمعين ما تروحوش نفس المكان أنتم يا من تتظاهرون خاصة من قدماء الجيش أو أي جهة ما تروحوش بأفواج كبيرة روحوا ثلاثة هنا ثنين الهيئة ربعة هنا واحد هنا خمسة للمكان اللي ركونوا حين تتوجهونه وعندما في لحظة معينة دون استخدام الهواتف لأن الهواتف رهي مراقبة وإنما استخدام الواتساب أو الفايبر أو تيليجرام في هذه اللحظة تقولوا في الوقت الفلاني في اللحظة الفلانية والمكان الفلاني يجب في البداية لا يعرف الناس المكان إنما ذهاب قال إلى العاصمة ومن بعد أنا رأيي تتوجهون إلى قلب الإجرام في وزارة الدفاع وإلى قلب الإجرام في رئاسة الجمهورية تتوجهون إلى المرادية وإلى وزارة الدفاع هناك ممكن تحرجوهم وهنا أتكلم مع قدماء الجيش على مختلف تنوعاته يعني فيهم المشطوبين وفيهم اللي طردوهم وفيهم اللي معطوهم مش لاروتريت وفيهم اللي خرجوهم بدون أجر وفيهم اللي داروا لهم أمراض ومعطوهم مش البدائل وهم أنواع كثيرة جدا وفيهم اللي زادوا لهم أشهر بدون ما يخلصوهم إلى آخره نصيحة إليكم إذن تتحركون فرادة لا تعلنون عن مكان التحرك ولا عن ساعة التحرك الاحتجاج إلا قبل ساعتين أو ثلاثة حتى لا يحضروا أنفسهم لأنهم يدروا لكم عملية الاختراق وعملية التصنط أيضاً هذه بين قوسين فقط وديروا في بالكم باللي حتى لو كان قدوة يزيد لك الصلاع ولا ركت يزيد ملايين وسبعمائة يدير لك عشر ملايين رح لا تعني شيء كثير ربما تحل لك بعض المشاكل لكن ما تحلش مشاكل المخضرات اللي في الشوارع ما تحلش مشاكل المستشفيات الرهيبة اللي لا تصل حتى الحيوانات ما تحلش مستشفيات المدارس ولا الجامعات اللي رحي في وضع كارثي ما تحلش مشاكل كثيرة جداً ما تحلش مشاكل الماء مشاكل قطع الكهرباء مشاكل الانترنت التافهاء ربما تحلش بعض المشاكل الشخصية ولذلك يجب أن يكون تفكيركم على مستوين مستوى خاص ومستوى عام المستوى الخاص تحسين وضعيتكم أو تحسين كما يقال شروط العبودية لرعيش الشعب الجزائري ومستوى أقوى وأعلى وهو تغيير العبودية وهو دولة العدل والحق والقانون يحكمها الناس اللي يختارهم الشعب ويكونوا خدم عند الشعب وليس السياد على الشعب أما بالنسبة لإخواننا اللي خدعوا في القايد الصالح وخدعوا في الباديسية الخاطئة هاكم عايشين هاوراكم شايفين الظروف وهاكم شايفين بعد سنتين ونصف راح لباتنا وعدهم بوعود ليس لا حدود في الجلفة قالهم تولي عاصمة في تام الراست قالهم القطار السريع ثم نسوي عرك في العاصمة وفي كل مكان كان يروح كان يكذب وهو يكذب أكثر مما يتنفس هاو بالكم باللي بعد سنتين ونصف وبرغم امتلاء الخزينة الآن وبرغم وصلت البترول في قبل شهرين حتى إلى 140 دولار ما زلت الحال على ما هي عليه